اشتركوا في القناة على سبيل المثال انطار الدم التي تساقطت على ولاية كرالة هندية عام 2001 والانطار القرمزية التي تساقطت في زامورة في اسبانيا وبرغ من ان الكثير من الناس قرروا ان يتهموا فضائيين الا ان علماء رجحوا ان السبب وراء تلك الظاهرة هو ازهار طحالب الحمراء انطار الضفادع وهو نوع من الانطار لا يقل عن الاول غرابة وعندما يتعلق الامر بانطار برمائيات فان المملكة المتحدة تحتل المركز الاول في ذلك كم حدث في عام 1996 عندما انطرت السماء بالضفادع في وينز ومر اخرى في عام 1998 في لندن وفي عام 2010 سقطت على اركنساس انطار من الطيور ووجد علماء اسباب مختلفة لحدوثها واكثر اسباب منطقية هو ان العصير والرياح القوية تقتلع الحيوانات من مكانها وتحملها لمكان اخر لتسقط فيه كالمطر عصير الحشرات وهي عبارة عن عمود ضخم من الهواء يتألف من الحشرات الصغيرة التي تتحرك بسرعات خطيرة والتي قد تسبب اضرارا جسيمة ليس على جسدك وانما على نفسيتك وتنشأ هذه الظاهرة بفعل النقاط الساخنة على ارض التي تدفع الهواء للاعلى في دوام حاملا معها الحشرات والمخلوقات الحية مسبب احد اعظم الكوابيس على الاطلاق انطار هلام في عام 1994 مرت عاصفة على بلده في واشنطن انطرت العاصفة قطعا من هلام الشفافة وصيب السكان بالرعب خاصة بعد تحليل قطعا من هذا الهلام اللي يتبين انها تعج بالخلايا واحد اهم النظريات ان هذه الظاهرة تشكلت من عاصفة حملت معها اجزاء من قناديل البحر التي ربما تعرضت للتفجير خلال اختبرات الجيش في المحيط الى هنا تنتهي هذا حلقة نلتقي في حلقة غادمة ان شاء الله ان كان لديك اي اقتراح ضعه فتا علي اقلجان مع السلامة اشتركوا في القناة